ويلارد كارول سميث جونيور أو مثل ما عرفناه باسم ويل سميث وهو ممثل أمريكي ورابر وكاتب ومنتج ومؤلف أغاني من موليد 25 سبتمبر سنة 1968 أي أن عمره إلى تاريخ هذا الفيديو هو 53 سنة وهو ابن كارولين برايت وكانت تشتغل كمعلمة ومديرة مدرسة وأبوه ويلارد الأكبر وكان يشتغل كمهندس تبريد وقبل ما يكون مهندس تبريد هو أصلا أحد المحاربين القدامى في سلاح الجو الأمريكي وانفصلوا والدين ويل سميث لما كان عمره 13 سنة ويل سميث عنده ثلاثة أخوان أخته الكبيرة بام واثنين أخوان توأم أصغر منه اسمهم هاري وألن عاش حياة جدا ممتازة وهو صغير وأموره كانت في السليم وكبر وترعرع على الديانة المسيحية ودرس الابتدائية وتفوق فيها وانتقل إلى المرحلة المتوسطة وتفوق فيها وصل إلى الثانوية وكان من أروع ما يكون وتخرج منها بأعلى الدرجات ولكن لما تخرج ويل سميث من الثانوية قرر وقال يا جماعة أنا ما بغى أكمل دراسة يا ولد انت مرة شاطر تراك مرة شاطر مبدع جدا شاطر يعني الجامعة خيار كويس لك كانت درجاته تؤهله أنه يدرس في معهد MIT واللي هو واحد من أكبر الجامعات ومعاهد التكنولوجيا في العالم إلا أنه ويل سميث بالرغم من ذا كله رافض ما يبغى يكمل دراسة الأب قال له إيش تبغى تصير إيش تبغى تصير إذا ما درست الجامعة إيش نسوي له ويل سميث قال يا جماعة أنا أبغى أصير رابر أنا أشوف نفسي رابر وراح أصير رابر الأب باله طويل والأم بالها طويل إيش قالوا له الأب قال له اسمعني يا ولد أنا ما عندي مشكلة تبغى تصير رابر روح الله يوفقك معك سنة واحدة سنة واحدة أنا بدعمك كمان وبدلعك ومن جيبي سنة واحدة إذا ما قدرت تصير رابر وما نجحت في مجال الرابر راح ترجع وتكمل دراستك زي البطل اتفقنا يا ويل ويل سميث قال له ديل يا مدير إذا ما صرت رابر خلال سنة مو مشكلة أرجع أكمل الجامعة وبكل صدر الرحب والله بالفعل يا حبيبي شال نفسه ويل سميث وعلى بلد المحبوب والديني هو واثنين من أصحابه حب حب تجمعوا وظبطوا أمورهم كونوا فرقة هبهو بخاصة فيهم ومباشرة ويل سميث راح أطلق على نفسه اسم شهرة ممكن معظمكم يعرفوا كان اسم شهرة فريش برينس يب ويل سميث لما كان رابر ما كانوا يعرفوا باسم ويل ولا ويل سميث ولا أي شيء كان معروف باسم فريش برينس المهم يا حبيبي يتجمعوا أصحابه بدأوا يسجلوا أغانيهم وبدأوا ينشروها وحب حب وصلوا إلى الراديو حب حب سووا حفلات بسيطة حب حب وصلوا إلى التلفزيون والله يا ولد الولد نجح نجح هو والفرقة اللي معه نجاح مرة ممتاز لدرجة أنهم سنة 1989 ووصلوا إلى العالمية بعد ما جابوا جائزة جرامي الموسيقية كأفضل آداء راب يا دقيقة يا وجيه جرامي وراب انت متأكد أن قعد تكلم عن ويل سميث يب هي والله تكلم عن ويل سميث ما غيره ويل سميث شخصيا بس ترى فعلا أن الآدم يخال تجربة جدا جميلة قبل ما يدخل إلى مجال التمثيل إلى الآن الأمور طيبة الولد نجح وبدأ يصير مشهور أكثر والثروة بدأت تلقى طريق إلى حسابه البنكي ولكن للأسف ويل سميث بعد ما صار ثري وبعد ما صار في جيبه كم قرش وقع في فخ الأثرياء الحمقى تعرفون إيش هو فخ الأثرياء الحمقى الناس اللي تجيهم فلوس فجأة ويجلسوا يبعزقوها ويصرفوها بس هو ذا الفخ اللي وقع فيه ويل سميث جلس يصرف الملايين ويشتري سيارات وبدأ إيش ويدلع نفسه ويدلع اللي حوالينه ونسي كيف يترك قرش لليوم الأسود ونسي يسدد ضرائبه ونسي يسدد ديونه فالولد تراكمت عليه المشاكل بعد فترة إلى أن وصل المرحلة وصار مديون فيها للحكومة تقريبا ثلاثة مليون دولار مصلحة الضرائب جلسوا يلاحقوه وراء وراء إلا ينسوا حبوه من إذنه قالوا يا حبيبي عليك حوالي ثلاثة مليون دولار تسددها ولا ترى السجن يشيل ويل سميث تتورط يا ولدنا ايش يسوي بدأ يبيع سياراته بدأ يبيع ممتلكاته بدأ يبيع الأشياء الثمينة اللي حوالينه يسدد من هنا ويهبد من هنا ويتسلف من هنا قال آدم يا أكل تراب أكل تراب دوب ونجح دوب وجاب جرامي ومبسوط وأفضل رابر ومن يعرف إيش وبوم طاح على طول فسنة 1989 قد ما كانت سنة عظيمة له وجاب فيها جائزة جرامي إلا أنه برضو كانت من أسوأ وأصعب السنوات له مطفر ومديون ومسيرته في مجال الرابع لا وشك إنها تنتهي وفي أي لحظة ممكن ينسحب من إذنه ويدخل السجن ولكن يب أكيد فيه لكن أمه ليش قاعدة شوقه كان منوى الليه ولكن وقبل لحظات من سقوط ويل سميث ارتقى عاليا وحلق في السماء بعيدا مش لأنه شرب ريت بول ولا لأنه لقي فلوس طائحة لأنه وصلوا عرض للمشاركة في مسلسل ستكم تلفزيوني ضخم جدا الولد ما يدمثل قبل كده ومعظم تمثيله كان إما في فيديو كليبات يسويها مع الرابرز والشلة اللي معاه بس ولكن وصلوا واحد من أهم العروضة التلفزيونية ومش أي مسلسل تلفزيوني مسلسل تلفزيوني من بطولته السلام ومش من بطولته بس المسلسل كان باسمه ياب عزيزي الوجيه إحنا نتكلم عن مسلسل ستكم The Fresh Prince تخيلوا أن المسلسل كان من بطولة ويل سميث وجوة المسلسل ويل سميث قاعد يقدم دور شخصية The Fresh Prince اللي هو في الأصل ويل سميث ولكن بقصة خارج إطار حياته الحقيقية خلاصة الكلام أنه مسلسل Fresh Prince أنقذ ويل سميث من الإفلاس ووقفوا على رجلينه من جديد إلى أن أكمل سداد ديونه كاملة ولكن هذه المرة ويل سميث تعلمت درس خلاص يا حبيبي الضرائب أسددها أول بأول معدب أخلي الحكومة الطالبني بأي شيء وبالفعل بدأ يرجع ويل سميث إلى عالم الثراء والشهرة وطبعا مسلسل Fresh Prince ضرب ضربه ما هي صاحية ما راح أقولك أنه مسلسل Fresh Prince كان مر عظيم وأسطوري ولن يتكرر في التاريخ ومن ذا الكلام بس المسلسل كان جدا جدا جميل وشي ممتع وإلى يوما هذا في ناس يعتبرون مسلسل Fresh Prince واحد من أفضل مسلسلات الستكم اللي عرضها التلفزيون وبطبيعة الحال ومن بعد مسلسل Fresh Prince والولد من فيلم إلى فيلم من مسلسل إلى مسلسل من إعلان إلى إعلان لا يوقف خلاص حط رجله في المكان الصحيح بل راب بل بطيخ بل أنه ويل سميث من كثر ما شاف أنه أبدع في مجال التمثيل وقدم مستوى ممتاز قطع على نفسه عهد وقال يا جماعة أنا راح أصير أكبر نجم سينمائي في العالم يوما ما يب هذا الكلام رسمي من يجال سقوله من كيسي ويل سميث كذا قال أنا راح أصير أكبر ممثل سينمائي في العالم وصارت يا جماعة وصارت خمسة سنوات بعد كلامه هذا ويضرب ويل سميث في واحد من أشهر وأشهر أدوار واللي فجرت سمعته وخلته ضمن أكبر النجوم في العالم في فيلم باد بويز سنة 1995 أنا ما بقول لك أنه فيلم باد بويز أو سلسلة باد بويز مهرة أسطورية ولكن هذا العمل بالتحديد أخذ شعبية كبيرة كبيرة جدا اسأل أي واحد في الشارع تقابل وقل له تعرف باد بويز يقول لك أعرفه لدرجة أنه باد بويز صار جزء من الثقافة الأمريكية أكشن كوميديا جريمة بطريقة جدا رهيبة وممتعة وأكيد جزء من نجاح هذا العمل ما هو بس على وجود ويل سميث بل أيضا لوجود الممثل مارتين لورنس بجواره باد بويز الأول يا جماعة كانت ميزانية 19 مليون دولار 19 مليون ميزانية أرباح تجاوزت 150 مليون دولار أمريكي تم تصور الرقم كيف ضخم؟ هذا يدل لك إيش؟ يدل لك أنه فيه ناس كويسة في هذا الفيلم فيه فيلم رهيب فيه فيلم ممتع مش شرط عظيم سيب أم المحنكين والكلام الفاضي حقه كذا خلصنا لا لسه 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 ويل سميث قاعد يسخن أصبر بعدها بسنتين ويدخل ويل سميث في واحد من أهم السلاسل برضه في فيلم من إن بلاك سنة 1997 يا ساتر إيش هذا فريش برينس؟ بعدها بكم سنة باد بويز؟ بعدها بكم سنة من إن بلاك؟ ولا الولد ما كان يمزح يوم يقول أبصير واحد من أكبر نجوم في العالم ولا بصير أكبر نجم في العالم الولد قاعد ينفذ قاعد يحقق كل كلامه سلسلة من إن بلاك بدأت بهذاك الفيلم سنة 1997 بميزانية قدرها 100 مليون ولأنه البطل ويل سميث ومعاها القدير توم لي وغيره من النجوم قدر الفيلم أنه يحقق إرادات تجاوزت النصف مليار 100 مليون ميزانية أرباح نصف مليار إيش تبغى يا حبيبي أنت تكلم عن ويل سميث؟ هناك عرفت شركات الإنتاج قالوا بس 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 هذا الاسم ويل سميث هذا مضخة فلوس وظفوا في فيلمك يضخلك ملايين حط 100 مليون يرجع لك مليار ما عنده لعب خلصنا يا وجيه لا ليس؟ سنة 2001 يقدم ويل سميث واحد من أقوى أدواره بل إنه ترشح عن هذا الدور للأوسكار ولكن ما فاز فيها ومثل ما نقول دايما نيش الترشح للأوسكار بحد ذاته كفاية يا بعزيزي الوجيه مثل ما خمنت أنا أتكلم عن فيلم علي واللي قدم فيه ويل سميث دور يحكي فيه جزء من حياة الملاكمة الأمريكي والمسلم محمد علي كلاي فيلم جدا ممتاز لازم 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 تشوفوه خلصنا لأ لسه الولد باقي أصبر باقي ما شفت شيء 2002 ينزل الجزء الثاني من إن بلاك ميزانية 140 مليون أرباح كم؟ نص مليار يا ويلي يا ويل سميث إيش هذا؟ إيش هذا؟ الولد صار محبوب العالم كله صارت تحب ويل سميث العالم كله تبغى ويل سميث نزل ويل سميث في أي فيلم ينزلك أرباح ومشاهدات وكل شيء تبغى 2003 باد بويس 2 ميزانية 140 مليون أرباح نصف مليار برضو 2004 آي روبوت ميزانية 120 مليون أرباح 350 مليون 2007 آه يا 2007 نزل فيها فيلم I am legend واحد يا جماعة من أرهب وأجمل أفلام الزومبي ونهاية العالم اللي مرة قريبة إلى قلبي وتابعته أكثر من مرة ميزانية الفيلم هذا يا جماعة 150 مليون دولار أرباح الفيلم تجاوزت النصف مليار دولار وفي هذا الفيلم للأمانة إذا تبغى جزء درامي إذا تبغى جزء أكشن إذا تبغى جزء رعب في هذا الفيلم قدم ويل سميث على أكمل وجه إذا ما شفت I am legend للحين هو فكف تستهبل مين ما شافه؟ بالله ما شفته صور الشاشة وروح شوفه 2008 يا محلة 2008 شارك ويل سميث في فيلم هانكوك الفيلم هذا مو مرة عظيم وأسطوري شيء بس لا له معزة خاصة برضا تعرف حكاية أنك تشوف سوبر هيرو بطل خارق يطير وقوي جدا ويكسر الجدران ويختلق الدنيا ويشيل طائرات وقطارات بس أنه ما هو طيب أو ما هو أو أنه شخص كده ما هي فارقة معه سكرهان يضارب ليل ونهار ما هم واحد همه نفسه بس يب هذا النوعية من الأفلام ما كنا متعودين عليها عشان كده فيلم هانكوك مرة ضرب من ناحية الأرباح لأنه جاب أكثر من نص مليار برضو ولكنه من ناحية الكتابة كان شوية ضعيف بس برضو ممتاز الناس استمتعت فيه ولعلمكم الفيلم هذا بينزل منه جزء ثاني ولكن للآن ما حددوا متى بس أنه راح ينزل لأنه موجود أنه جاري العمل عليه ببساطة جماعة اللي جالسة قولوا لكم تفوق ونجاح ويل سميث حولوا في عيون شركاته الإنتاج إلى ألماسه حتى لو الفيلم زبالة حتى لو الفيلم تقييمه معفن تلاقي وراه فلوس مليان مليان فلوس حط مليون مئة مليون أقل شي وراها لازم خلونا نرجع كم سنة ورا شوية كده قبل فيلم هانكوك وبالتحديد سنة 2006 خلونا نتكلم عن واحد من أروع الأفلام والأدوار اللي قدمها ويل سميث في مسيرة كلها بالنسبة لي فيلم The Pursuit of Happiness سنة 2006 آخ أحب الفيلم ذاه جماعة أحب 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 لهم عزة خاصة يا أخي وأتوقع أنه الفيلم هذا بطريقة ما ترك لي كده لسالة في عقل الباطن وخلاني يتغير كده من دون ما حس بحياتي والله وقفت احترام وتقدير أول شي لقصة الفيلم لأنها مأخوذة من قصة حقيقية ووقفت احترام برضو لأداء ويل سميث الأسطوري في هذا الفيلم واللي ترشح عنه للأوسكار بس مرضو ما فاز بياه بس حقيقي حقيقي يعني ويل سميث في هذا الفيلم خلاني أبكي خلاني أتأثر وخلاني أشوف الحياة بطريقة مختلفة والأهم من هذا كله خلاني أقول في نفسي أنه ما في أي شي في الحياة هذا يقول لك وقف دائما كافح دائما استمر دائما قاتل لأجل أحلامك دائما قاتل لأجل مستقبلك لا توقف سوي اللي تقدر تسويه علشان تحقق أحلامك وراح تتحقق ما فيها كلام أما إذا أنت جالس قدام البلايستيشن 24 وقاعد تلعب فورتنايت 24 ساعة أحب أقول لك أنك بتلقم ما راحت فلسف كثير عن هذا الفيلم بس أحب أقول لك عزيزي الوجيه وعزيزتي الوجيه إذا حسيت أن الحياة لطمتك ولعبة فيك وخلتك تفقد الأمل فيها إذا حسيت أنك ضايع وتائه وعلى وشك أنك تفقد صوابك تابع فيلم The Pursuit of Happiness حتتعب نفسيا ولكن صديقني حتأخذ جرعة ودفعة معنوية وإيجابية في حياتك قد تغيرك إلى الأبد رحلة كانت جدا جميلة في هذا الفيلم والأجمل إنها مأخوذة عن قصة واقعية لشخص حقيقي على كل حال يا جماعة ما راح أطبل كثير لويل سميث أكيد زي ما قلت لكم والأدم عنده أفلام كثيرة كانت سيئة بريال بس إنه من ناحية الفلوس كان دائما يجيب فلوس لشركات الإنتاج وفي السنوات الأخيرة لعب في نتفليكس وقاتل في عالم دي سي ووناس العالم في عالم ديزني ورجع للعالم بجزء ثالث من سلسلة باد بويز وراح يرجع للعالم برضه بجزء رابع من سلسلة باد بويز مستقبلا أموره في السليم الولد وكل شي ماشي معاه أضلا عن إنه مكسر أم أم السوشيال ميديا الولد متفاعل في تيك توك متفاعل في الإستقرام وقاعد ينزل فيديوهات وفلوا ناسا ورقص ومتابعينه في الإستقرام حوالي خمسين مليون وزيادة سنة 1999 يا جماعة ويل سميث رفض واحد من أهم الأدوار اللي عرضت عليه واللي صرح وقال إنه ندمان أشد الندم إنه رفضها لأنها كانت ممكن تضيف لحسابه البنكي مئات الملايين وكمان كانت ممكن تضيف لسمعته مئات الملايين من السمعات حلو يب عزيزي الوجيه ويل سميث رفض بطولة فيلم أو سلسلة The Matrix رفض بطولة سلسلة The Matrix وراح مثل في فيلم رقيص جدا جدا اسمه Wild Wild West أنا عارف هو ما كان عارف إنه الفيلم بيكون بيض ولكن عارف إنه The Matrix بتكون سلسلة جدا أسطورية أس النصيب ومباشرة الدور راح لكيانو ريفز وكيانو ريفز ما قصر الأمانة بل إنه ويل سميث شكر وأثنع على أداء كيانو ريفز في سلسلة The Matrix ولكنه كان صريح قال يا جماعة أنا إذا في شيئين ندمت عليهم في حياتي هو إني رفضت بطولة سلسلة The Matrix وإني وفقت على الفيلم الرخيص هذاك بداله وفي سنة 2005 كان مقترح إنه ويل سميث يكون بطل فيلم ميسيز آد ميستر سميث بجوار مين بجوار أنجلينا جولي ولكن بطريقة ما الدور كده في النهاية انتهى المين لبراد بيت إنتوا عارفين لو ويل سميث جاله هالدور هذاك بطريقة ما إيش كان بيصير كان براد بيت ماخن زوجة وجينيفر مع جيلينا ويل سميث لو إنه شارك في بطولة هذا الفيلم كان غير أشياء كثيرة في هذا العالم يوهو أشياء كثيرة كانت غيره ويل سميث يا جماعة ترشح لأكثر من 200 جائزة وفاز ب67 جائزة منها ولعل أهمها ترشيحين للأوسكار كأفضل ممثل رئيسي عن دوره في فيلم The Pursuit of Happiness وعن دوره في فيلم علي اللي هو يقدم فيه دور شخصية محمد علي كلاي سنة 1995 انفصل ويل سميث عن زوجة الأولى شيري وحكمت المحكمة إنه يدفع لطليقة مبلغ 900 ألف دولار ولأنه عنده ابن منها اسمه تيري حكم القاضي إنه يعطيهم نفقة شهرية قيمتها 24 ألف دولار إلى أن يوصل هذا الطفل إلى السن القانونية وبعدها بسنتين من انفصاله تزوج ويل سميث من الممثلة جايدة وخلف منها ولد وبن الولد جايدن سميث والبنت ويلو سميث وكل فرد من عائلته الآن عنده قاعدة شعبية وجماهيرية خاصة فيه إلا ولد زوجته القديمة مسكين ما أحد يعرفه بس تشوفوه كذا في الصور بس مسكين ضعيف والله يمكن هو ما يبقى كمان انت يا وجه عشبك وفي أحد اللقاءات سألوا ويل سميث سؤال ضريف جدا قالوا له يا ويل لو ما كنت رابر ولا كنت ممثل إيش كنت بتصير قال لهم طبيعي كنت بصير مهندس كمبيوتر ما فيها كلام لأني مرة كنت شاطر في هذا المجال وفي الدراسة بشكل عام كان دافور الولد مرة كان شاطر في الدراسة وهذا يعطينا درس يا جماعة الدراسة ليست كل شيء تابع أحلام لا أقول لكم أدرسوا أدرسوا بكرة تفسروا من مدارسكم تقولوا الوجيه قال لنا لا تدرسوا لا أدرسوا ما لشغل أدرسوا المدرسة كويسة وأخيرا ثروة ويل سميث يا جماعة تقدر بحوالي 350 مليون دولار أمريكي إلى هنا يا جماعة نكون وصلنا نهاية الفيديو شاركوني أفلامكم المفضلة لويل سميث في خانة التعليقات أعجبتك القناة اشترك لي فيها ترى الاشتراك بلاش أعجبك الفيديو اضغط على زر اللايك لأن زر اللايك مرة مهم وبيساعدني كثير وبلاش كمان ولا تنسوا يا جماعة تشيكوا على قناتي الثانية الخاصة بالألعاب موجودة في صندوق الوصف وبرضو تعالوا على سيرفر الدسكورد عندنا فعاليات بين فترة وفترة نسويها أعطيكم العافية على المشاهدة يا جماعة كم معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم